مهمة قوي 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 يعني طبعا احنا ماشيين مع الترندات ومع الزمن يعني الانفصال اخلاق النهايات ايوة اتيكيت النهايات يعني اخر ثلاث دقايق يعني اتيكيت النهايات المفروض اقول ايه وماقولش ايه واعمل ايه وماعملش ايه طيب اهم حاجة عشان نتكلم في اتيكيت النهايات خلينا نطبق قعدة دينية حلوة قوي بتقول لا درر ولا درار انا عايزة نفصل عن هذا الشخص عشان ما بقناش منسجمين او whatsoever السبب ايه فبالتالي لازم نطبق قعدة لا درر ولا درار اللي بيحصل ان احنا لما بنيجينا نفاصل بنكسر القعدة دي اللي هو لا انا عايزة ضرك مش بفكر حتى في الدرر اللي بيرجع لي انا انا عايزة دايقك زي ما انت دايقتني انا عايزة انطاقم اوكي فهو فكرة الانتقام هي دي اللي بتبوز النهايات فاحنا المفروض ان احنا نعرف ناخد حقنا من غير مشاعر الانتقام هي مشاعر الانتقام هي اللي بتبوز الديني فالانتقات مش معناه ان انا نكون مسلمة واسامح كل الناس لا خالص هي معناه ان ده انا عارف ااخد حقي بس بشيك زي ما بيقولوا بالبلد دي ااخد الحق صنع فرقم واحد ان انا دايما دايما لما اجي انهي اي موضوع او اي تعامل لازم اطبق قعدة الوين وين اجريمنت اولنا انا كسبانة وانت كسبانة بزبط يعني اتفاق احنا الاتنين ربحانين فيه احنا الاتنين ربحانين فيه سواء خطوبة سواء علاقة جوازو او طلاق ايا كانت العلاقة او حتى علاقة عقد في شركة او عمل او عمل شرط جوازي اي حاجة ايا كانت العلاقة لازم اطبق انا انا كسبان ايه وانت هتكسب ايه قعدة الوين وين ديت لازم يا جماعة كلنا نقرأ عنها وكلنا نعرفها لان مش لازم يبقى فيه طرف خسران وطرف كسبان ممكن هما الاتنين يبقوا كسبانين ان هما بيعدوا عن بعض مش شرط فيهم واحد خسران هي شفت حياتها الصح وشفت هما الاتنين مش متفقين بس مع بعض لكن هو ممكن يتطفق في مكان تاني وهي كمان تتطفق مع شخص تاني فقعدة وين وين مهمة جدا واحنا مش عارفين عنها حاجة وناس كتير او ما تعرفش عنها حاجة وانا من النهاردة هدخل على قواعد الاتيكات كلها ولازم نعرفها ولازم كمان يعني نغرز في ولادنا كده بطريقة غير مباشرة اللي عندها بنات واللي عندها شباب والبنات مش بس البنات اللي عندهم بنات هما بس اللي تعلموا اتيكات وكمان شبابنا لازم يفهموا اتيكات احترام البنت واحترام الزمالة واحترام زميلة العمل واحترام زميلتي في الجامعة وازاي يكلمها وازاي ما جيش على حقوقها وازاي ما جيش على كرامتها وانستها حاجات كده مهمة جدا بس ان شاء الله نوعيدكم في حلقات جاية كتير جدا نتكلم على قواعد الاتيكات شكرا